كشف المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مسام عن نزع وإطلاف قرابة 7000 مادة متفجرة من مخلفات الحرب في المناطق المحررة خلال شهر مايو الماضي وقال المركز الإعلامي للمشروع في تقريره الشهرين الفرق الفنية انتزعت خلال شهر مايو الماضي نحو 389 لغما وقذيفة غير منفجرة وعبو ناسفة مايرفع إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع العام الجاري إلى 20465 مادة متفجرة وضف التقرير إن إجمالي ما تم نزعه الشهر الماضي تمثل في 3239 ذخيرة غير منفجرة و674 لغما مضادا للدبابات و48 آخر مضادا للأفراد بالإضافة إلى 28 عبو ناسفة مطهرا بذلك مساحة قذرها مليون و71 ألف و596 مترا مربعا في المناطق المحررة ترجمة نانسي قنقر